موسيقى هناك موضوع التطايمات أو اللقاحات التي عالميا بلأت تنتشر وبلأت إلى كافة الدول ومن ضمن دورة الاحتلال التي وفرت لجميع المواطنين لديها نحن أيضا في قطاع قدسة نحتاج كما أي مكان في العالم وحق المواطن للحصول على اللقاحات هناك عبر وزارة الصحة في رمال الله تم تعاون مع منظمة الصحة العالمية والتقديم لمؤسس كوفاكس وهناك كانت دولة فلسطين أو سلطة فلسطينية من الجهات التي ستلقى الدعم لحوالي 20% من احتياجها من هذا اللقاح نتمنى أن تصل في القريب العاجل إلى غزة حصتها من هذا اللقاح نحن في قطاع غزة يعيش حوالي 2 مليون ومئة ألف نسمة عندما نستني الفئة العمرية الأقل من عمر 16 سنة والتي تبلغ حوالي 800 ألف نسمة نتحدث عن حوالي مليون و300 ألف نسمة يحتاجون إلى اللقاح للوقاية من فيروس كورونا وحتى نخرج من هذا الرباع كما باقي العالم ونتعايش مع الوضع القائم حسن ما أردنا أنه وصل إلى قطاع غزة ألفين جرعة ألفين جرعة يعني تعني هذه ألف مريض فقط ألف مريض من مليون و300 ألف لا يعني لا تمثل أي شيء في الوضع الصحي سوف نقوم بتوجيه هذه اللقاحات إلى الفئة الأكثر هشاشة والتي قد تتعرض للخطر الشديد في حال إصابة بفيروس كورونا ويعرضها للوفاء واخترنا من هذه الفئات كانت هي فئة مرضى غسيل الفشل الكلوي ومرضى زراعة العضاء حيث يبلغ مجموعة أولئك الفئتين من المرضى حوالي 1300 مريض سوف نقوم بتوفير اللقاحات لهم كأولوية قصوة حتى نحد من عدد الوفيات في هذه الفئات ونتمنى أن تصل إلى قطاع غزة كميات قريبا وتكون بكميات كافية حتى نستطيع استيعاب أكبر عدد ممكن من الفئات المهمشة وأصحاب المناعة الضعيفة وكبار السن حتى نحد من عدد الوفيات في خلال الأيام القادمة وسوف تكون هناك جداول زمنية موضحة لكافة الفئات التي تحتاج إلى تطعيم أو لها الأولوية في ذلك والتي تم وضعها في وزارة الصحة في غزة